تحت رعاية ومتابعة اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة انطلقت منافسات السباق التأهلي الدولي للقدرة في ثاني منافسات الموسم الجديد 2020-2021 وسط مشاركة واسعة بلغت 160 فارس وفارسة من الصبلات وشهد سم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سباقي 40 و80 كم محلي بحضور سم الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس اللجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسم الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس لجنة القدرة واعرب سم الشيخ ناصر بن حمد عن سعادته بالعدد الكبير الذي شهدته منافسات السباقين مشيرا سموه إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سم الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة بدأ يجني ثمار مشاركة الفرسان والفارسات الشباب من خلال الخطة التي وضعها الاتحاد مبينا سموه إلى أن السباق كان مثيرا وخرج بمستوى فني كبير وعن رؤية سموه لسباقي مسافة مائة ومائة وعشرين كيلومتر دولي أكد سموه بأن السباقات ستكون أكثر إثارة في ظل مشاركة نخبة من الصبلات والفرسان الذين يمتلكون أمكانيات عالية وجيادا مميزة سبق لها تحقيق العديد من النتائج الجيدة طوال الفترة الماضية وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن التوقعات تشير إلى إثارة وندية طوال مراحل السباق وقال سموه لا شك أن سباقي التأهيل سيكونان مميزان حيث الإثارة والندية عطفا على المستويات التي قدمها الفرسان في السباقات الماضية انطلاقا من السباق التأهيل الأول للموسم وأضاف سموه أن التطور الكبير لسباقات القدرة محل تقدير واعتزاز وتأكيد على مكانة المملكة فيما وصلت إليه هذه الرياضة العريقة ونأمل أن تتواصل لتحقيق العديد من الأهداف ونتمنى كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في السباقات القادمة هذا ووصل الفارس الشاب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة مشاركته الناجحة في سباقات القدرة حيث شارك في سباق أمس مع فريق فيكتوريوس حيث شارك سموه في سباق ثمانين كيلومتر وعرب سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم سموه المتواصل مشيرا إلى أن دعم سموه محل تقدير واعتزاز ويعطيه الحافز الكبير لمواصلة التألق في رياضة القدرة وقدم اسمو الشيخ عيسى بن فيصل الشكر إلى والده اسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة على دعمه ومتابعته وهو ما يعطيه الحافز لتحقيق أهدافه والتواجد في سباقات القدرة حتى الوصول إلى منصات التتويج في المرحلة القادمة